راه كونك أنا غاوتوا بدك الشعار الزوين اللي زوين في الشعارات أنها مختصرة مختزلة رنانة وتتعجب كل شيء وقاضية غراض الإسلام هو الحد يا أخي نهبطول الواقع الشريف كان نديروا لي غنجي نقلب غلقى بنادم ليبرالي حتى النخاع أو علماني حتى النخاع ويرفع شعار الإسلام هو الحد الخير في القرآن وخب والحاج على رسول عيني الخير في القرآن كيف نديروا ليه؟ أي الخير في القرآن واخا كيف نديروا ليه؟ كيف نهبطو على أرض الواقع كيف نعيشوه؟ كدول الخير في القرآن وما بين كلمة الخير في القرآن وإسلام هو الحل كدرب جنطرات ديل قاره فينا هو الخير في القرآن؟ لا لا تبارك الله حضرنا ذلك النار والسادي ياسين والله العظيم يلا قال شي كلام زين وغدوزي عدف العشية باش نمشيوا عد فلان أرادير العرس الولداء في القاع عرب جايب القروب فلان فلان يتبارك الله أي وره نمشيو قلنا دماغنا بارك الله يجعل شبانك شوياهو كوشوياهو كوشوياهو قلت لك حديث ساعة وساعة أمي الحاج جاء قلت بللي ذلك الحضر اللي قويل عجباتك أه والحضر اللي قلت لقويل عجباتك كراك هذا يقول لك ذلك العرس اللي قد دير فيه كمان جاء وروين الكحلى أرى لا يجوز واللي قلال لك والقرآن فمليك نبقى لها الزو الشعارات هذا مزيان حطو الشعارات الفوق لكن تنزيل اللي على أرض الواقع بحسب قربنا أو بعدنا من مناهج القرآن الكريم قلنا نعرف ريوصنا وشنا غادي نشد الخط ولما غادي نشد الخط وخانكو نحن تنحفظ ومدخلين ولداتنا يحفظوا القرآن الكريم أنا من لي بنتي غادة شد الخط دي القرآن الكريم وغادة هي تتكبر وغادة الحجاب دي التي دي قاد وانا كان قل لها رابت غنبيرا هذي اللي درتلي لما عرفنا مني نجبتها رابع بقيت نافعة بتحجة مهمتي أنك دخلتها في الصغر تحفظ القرآن الكريم حيث هناك القرآن هو اللي قال لي هدير ديك لسميتها أنت تتغنبيرا هذك اسمتوا اللي باس العفة والحياة والحجاب دي السدر فما كيتفهمش القرآن الكريم بالقاندين نحن فأول إشكالات التي نعاني منها في علاقتنا بالقرآن الكريم التي لا تجعل القرآن ربيعا لقلوبنا نحن أما القرآن رأى ربيع القلوب مرة أخرى الشعار القرآن ربيع القلوب لكن هل هو ربيع لقلوبنا نحن ويستحيل أن يكون الخلل في القرآن حاشا كلام الله عز وجل إذا الخلل كنا عدنا على مستوى قلوبنا والقلوب ديالنا يلا خسنا نعود رجعولها ونحطوها في سكانير ديالاش في سكانير للقرآن ما كنت سكانير خور لغا يكشف لنا على العلل والمصائب والأمراض اللي عدنا في القلوب